أهلا بكم معي مرة أخرى في يومية الحجر الصحي والكوتش أسماء الهاشيني إذا ترحم الله على الشتاء أو المطر بالباح إن شاء الله كل شيء يمشي ونكونوا بخير إن شاء الله فدائما نحافظوا دائما تنقلها على روح الأمل خاصة أنه في البيت يكون روح القلق والخوف حتى الأبناء دينا تتأثروا فلا داعي للقلق لا داعي للتوتر ومن الأشياء التي يمكن تكلم عنها لتحدي من هذا القلق والتوتر هو يعني ما تفقوش تدعين الأخبار وشكل يعني السيلي أي حاجة قريت نشوفها هذا الشيء أهداً يعني لفيدك في شيء يعني ما تتودوا معرفة عن كورونا أرد على الثاني فلا بقيت تتقلم عن الأخبار وتتقلم بشكل يمات وشنوقع إلى آخر هذا الشيء الأشياء اللي غا تزيد في التوتراتيات نشوف الأخبار نشوف الأرقام كيف يكون طبعاً تبع الأحداث لكن مرة واحدة في اليوم أو مرتين في اليوم على أكثر نشوف الأرقام بدون ما نبقى داخل في ذلك يعني الدوامة للأخبار السيئة لغا تتلع القلق ديالي وغا تتلع التوتر ديالي وبالتالي غا تنقصني الملاعب ديالي رأي الناس يعني الانتدار أو الخوف أكثر من المرض نفسه فأكونوا على يقيم بأنه ضروري ومؤكد أنه يعني يعني طاقة ديالي وجه الأشياء أخرى نحاول لقاء الفرصة باش أنني هذه الأشياء مفيدة كانت نصيحة اليوم معلكم تأسنا ومعونا غدا إن شاء الله